مع دخول العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الخامس والتسعين يواصل جيش الاحتلال قصفه واستهدافه مناطق مختلفة داخل القطاع هذا وارتكب الاحتلال 12 مجزر بحق عائلات استشهد فيها 126 فلسطينيا أسفر القصف المتواصل على القطاع عن جرح نحو 240 آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هذا وأوضحت وزارة الصحة أن عددا من الشهداء لما تزال جثثهم تحت الأنقاذ وفي الطرقات دون أن تتمكن فرق الإنقاذ من الوصول إليهم بذلك ترتفع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي منذ بدء العدوان على غزة إلى أكثر من 23 ألف شهيد أما عدد الجرحة فتجاوز بحسب الوزارة 59 ألف ترجمة نانسي قنقر